خير فرح مرحبا بكم في هذه الإطلالة الصباحية على الصحف والتي نتابع فيها اليوم التفاعلات التي أثارها إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد عن عودة السفير بلاده في النيجر إلى باريس وسحب 1500 جندي بحلول نهاية العام والتساءلت الصحف أيضا بشأن تداعية تنفيذ هذا القراء على سياسة باريس تجاه الدول الإفريقية وهل يكرس الانسحاب الفشل الذرية لسياسة فرنسا في منطقة الساحل البداية من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي رأت أن الانقلاب العسكري نيجر وقبول فرنسا بصحب قواتها من هناك بعد رفض الرئيس إيمانويل ماكرون ذلك في البداية سيؤثر سلبا على القوات الأمريكية العاملة هناك وعلى عمليات مكافحة الإرهاب وتنقل الصحيفة عن المستشارة السابقة بالخارجية الأمريكية أنيليز براند قولها أن انقلاب النيجر وصحب القوات الفرنسية يمثلان بداية نهاية حقبة بالنسبة لفرنسا والولايات المتحدة في منطقة الساحل فقد فشلت واشنطن في تقديم استراتيجيتها الخاصة للمنطقة وكانت دائما تابعة للنهج الفرنسي وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أنه وعلى مدى عقد من الزمل تقريبا أرسلت فرنسا ألاف القوات إلى مالي وبوركينفاسو والنيجر لمواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة ولكن مع مرور الوقت أصبح الوجود العسكري الفرنسي عائقا وجرى تشبيهه بالغزو الأمريكي لأفغانستان وبات ينظر إلى فرنسا على أنها قوة احتلال وتجدر إشارة هنا جدا مهمة جدا إلى أن من الناحية العسكرية نعم لكن أيضا هناك سيطرة اقتصادية لفرنسا على المنطقة حوالي 12 أو 13 دولة في وسط غرب إفريقا حيث تربط بنوك المركزية لهذه الدول بالنظام المالي الفرنسي وتحتفظ فرنسا بحوالي 85% من احتياطات هذه الدول المالية لديها حيث تحقق هناك تقديرات بأن فرنسا تحقق عوائد سنوية بأكثر من 500 مليار دولار من هذا الوضع الاقتصادي الذي ما زال مستمرة منذ أكثر من 60 عاما أيضا صحيفة لوموند الفرنسية اعتبرت أن إعلان ماكرون سحب السفير الفرنسي من النيجر لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية لكن لا يوجد ضمان بأن هذه الخطوة ستتخذ كما حصل في مالي وبوركينفاسو البلدين الذين سحبت فرنسا قواتها منهما بعد الانقلاب فيهما أما عن قرار صحب القوات الفرنسية من النيجر فأشارت الصحيفة إلى أنه بحسب مطالعين على هذا الملف فإنه مع تزايد التوتر والمواجهة بين فرنسا والانقلابيين أصبح الوضع أكثر خطورة بالنسبة للجنود الفرنسيين لا سيما في القواعد العسكرية في شمال نيامي والآن يجب الضمان وإمكانية تنفيذ الانسحاب الفرنسي بشكل جيد لا لسحب القوات فقط وإنما أيضا لسحب جميع المعدات العسكرية عن طريق البر باتجاه تشاد ورأت الصحيفة أنه منذ انتهاء عملية برخان كان يفترض وضع خارطة طريق جديدة لإفريقيا تنص على خفض القوات وتجديد الشركات الدفاعية ولكن مع مرور عامين يبدو أن الوقت قد نفذ برأي الصحيفة وهنا إشارة لعملية برخان التي انطلقت في عام 2014 التي لم تحقق مرادها وأثارت الكثير من الجدل حول الأهداف والجدوى على مدار سنوات من عملها قبل إيقافها وكانت بهدف محاربة المسلحين والإرهاب في تلك المنطقة أيضا الصحف الفرنسية نبقى فيها حيث اعتبرت صحيفة لفغارو بأن فرنسا فقدت زمام المبادرة في إفريقيا بعدما تحولت إلى كبش فداء لكل الإحباطات في بلدان القارة السمراء لكن في الوقت نفسه رأت أن باريس تدفع اليوم ثمن فشليها العسكري ضد الجهاديين على الرغم من أنها تدخلت بناء على طلب السلطات المحلية برأي الصحيفة كما تدفع ثمن تناقضاتها إذ دعمت الرئيسة في تشاد دون احترام النظام الدستوري بينما أدانت بشدة الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتضيف الصحيفة أن الانسحاب من النيجر يظهر أن في المقام الأول يظهر أن إلى أي مدى أصبحت فرنسا معزولة في دول إفريقيا ناطقة بالفرنسية وإلى أي مدى تخلى عنها حلفاؤها ورجحت أن تكون تشاد قطعة الدومين التالي على الخريطة لذا لا بد أن تراجع فرنسا سياستها في إفريقيا بحسب هذه الصحيفة الفرنسية أيضا وهنا إشارة الصحيفة تشري إلى تناقضات الموقف الفرنسي في دعم الانقلابات والقلاقل في القارة الإفريقية من أجل تثبيت سيطرتها ومصالحها فبعد مثلا أن كانت تتهم باريس باستخدام الانقلابات في مواجهة خصومها من المسؤولين الرافضين لسياستها الاستعمارية أصبحت الانقلابات تطيح أيضا بمحسوب عليها كما شاهدنا خلال الأعوام الأخيرة صحيفة لبراسيون الفرنسية أيضا رأت من وجهة نظرها أنه بعد شهرين للمواجهة الدبلوماسية يشكل الإعلان عن مغادرة السفير الفرنسي والقوات العسكرية من النيجر فشل جديدا لفرنسا في منطقة الساحل وأشارت إلى أن النفوذ الفرنسي تقلص بالفعل بعد الانقلابات المتكررة التي أدت منذ عام 2020 إلى قطع العلاقات مع مالي وبوركينا فاسو ومؤخرا النيجر ولم تبقى سويتشاد حليفة لفرنسا في المنطقة واعتبر في الصحيفة أن ماكرون يبدو أنه لم يتعلم أي درس مما جرى في مالي وبوركينا فاسو فمنذ انقلاب النيجر دعمت باريس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي فرضت عقوبات وذهبت إلى حد تهديد النيام بالتدخل العسكري وبحسب الصحيفة فقد أدى تغاضي باريس عن الواقع إلى تعزيز شرعية الأنظمة الإنقلابية في غرب إفريقيا وتضررت صورة فرنسا في منطقة الساحل بسبب هذه المواجهة العدمية والتي أدت إلى نتائج عكسية بحسب هذه الصحيفة وأيضا في الصحف العربية صحيفة العرب الجديد أيضا أشار مدى الفاتح لأنه مع تراجع نفوذ باريس في مستعمراتها السابقة واضطرارها لإخراج قواتها من دول إفريقية مهمة مثل بوركينة فاسو ومالي وأخيرا نيجر فإن أسئلة كانت مطروحة منذ البداية بشأن الدور السلبي لواشنطن التي لم تسعي إلى التدخل بأي شكل من أجل الضغط على القيادة الجديدة التي انقلبت بالأساس على سياسة التبعية الفرنسية وأضاف الكاتب أن فرنسا التي أظهرت غضبها ورفضها للانقلاب في النيجر منذ أول يوم إلى درجة التهديد بالتدخل العسكري لم تستطع تنفيذ تهديدها حيث كان دخولها في حرب مباشرة غير ممكن خصوصا أنها لم تجد السناد الدولي الكافي من جهة أخرى بحسب الكاتب بدت محاولات تحريض منظمة إكواس التي تجمع دول غرب إفريقيا غير ناجحة حيث لم يظهر الأمريكيون أي نية لدعم العملية العسكرية بالمال أو اللوجستيات صحيفة أو مجلة فرنبوليس الأمريكية أيضا ذهبت إلى موضوع التأثيرات الجيوسياسية التي سببها انقلاب النيجر وما تبعه من تفاعلات في منطقة الساحل الإفريقي حيث ما جعل موريتانيا أكبر المستفيدين بحسب المجلة باعتبرها الملاد الوحيد للاستقرار السياسي النسبي في المنطقة وبحسب المجلة أيضا فإن تقارب دول مختلفة من موريتانيا يكشف المنافسة الجيوستراتيجية الدولية الحاصلة في البلاد في ظل امتلاك موريتانيا احتياطات من الغاز الطبيعي وإمكانات الطاقة الخضراء التي توفرها تضريسها الصحراوية الشاسعة ناهيك عن موقعها الاستراتيجي على ساحل المحيط الأطلسي ووفقا لفرنبوليسي فإن موريتانيا تقع وسط منطقة تقودها أنظمة عسكرية في مالي بوركينفاسو والشاد والنيجر وتنشط فيها مجموعات مستفيدة من اضطراب الأوضاعي الأمنية مما يعطي النواكشط أهمية باعتبارها شركة في مكافحة الإرهاب ويمكن أن تزيد هذه الأمنية إذا مقررت مجموعة إكواس التدخل في النيجر هناك يعني لو نظرنا إلى تناول الصحف الفرنسية نعود للصحف الفرنسية كل تناول الصحف هناك انتقادات شديدة لسياسة ماكرون في التعامل مع أزمة النيجر حيث في البداية كان هناك تشدد كان هناك تهديد ووعيد ثم تحول هذا الموقف بعد شهرين فقط من هذا الانقلاب إلى قضية انسحاب وقضية احتواء للموقف وأيضا هناك بالملخص أنه تراجع وهزيمة فرنسية ولكن أيضا يبقى التناقض أو المسألة الأساسية في التناقض تعامل فرنسا مع دول المنطقة مع التغيرات السياسية والعسكرية وبالرغم من مسألة أن اليوم هي فرنسا تنسحب من هذه الدول أو تأثيرها يتراجع لكنها صاحبة التأثير الأكبر سياسيا وأيضا أهم في الأمر هي المصالح الاقتصادية التي تريد فرنسا المحافظة عليها في هذه الدول في الختام مشاهدينا دعونا نشاهد هذه الرسوم الكاركاتيرية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر